مجكس discover Teлиy درس اهلا بيكم في الفكرة تانية مع الدكتور عبدالله النكر فكرة النهارده تتكلم عن المسائل مهم جدا جدا الفكرة دي في الركز مع بعض سأخبرك أكثر مسألة نفس الشكل هو يقول لي مع حجم غاز الـ N-O2 الناتج من تفاول 20 ميلي من الـ N-O مع وفرة من الأكسجين في نفس الظروف والضغط ودرجة الحرارة معنى أنه في نفس الظروف والضغط ودرجة الحرارة ومعنى أنه في درجة الحرارة القياسية وزروف القياسية الحجم بتاعها يبقى كم؟ يبقى 22 و 14 الرقم هذا محفوظ طيب، هو عايز حجم الـ N-O2 لما تفاعل الـ N-O ويتفاعل مع الـ N-O2 وهو يسألني على مين؟ يسألني على هذا وهو يقول لي كم حجمه؟ حلو، لما 20 ميلي اتفاعله مع ذلك قبل أن نذهب إلى أي شيء يجب أن نوزن المعادلة حلو؟ كان يسيدي قال لك 20 ميلي لما 20 ميلي اتفاعله سيدينا كم؟ حلو جدا، عند نفس الظروف والضغط ودرجة الحرارة معنى أن الظروف والضغط ودرجة الحرارة كانت كام؟ كانت 22 و 14 ونحة الثانية كانت 22 و 14 ونحة الثانية كانت 22 و 14 لأنه قلي في نفس الظروف والضغط ودرجة الحرارة معنى أن نحن لدينا ظروف كياسية معنى أن الحجم يبقى ثابت 22 و 14 طرفين فواسطين، تطلع الإجابة 20 حلو؟ هذه أول مسألة فالإجابة ستبقى C نقص على المسألة الرقم 2 نركز في المسألة الثانية هو يقول لي المركب الذي تكون كتلة الجزء منه هذا الرقم تكون كتلته المولية كام؟ وهو يسأل على الكتلة المولية لكن نحن لدينا بشكل مهم جدا 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 أننا لدينا شيء اسمها المول المول كنا أخذناها في أول سنوي أنه يساوي عدد أفو جدرو يبقى الواحد مول الواحد مول يساوي عدد أفو جدرو عدد أفو جدرو محفوظ 6.02 في عشرة قصة 23 حسنا نتكلم على المسألة هو يقول لي الواحد جزء الواحد جزء طلع لي الرقم هذا الذي هو الاتنين تسعة تلاتة في عشرة قصة 22 يبقى الكام مول سيطلع كام مول بمعنى الواحد مول المفروض يطلع كام مول لكن أنا أصلا ما عنديش واحد مول لكن عارف أن الواحد مول يساوي مين؟ يساوي عدد أفو جدرو معنى أننا نمسح هذه نمسحها ونكتب عدد أفو جدرو 6.02 في عشرة قصة 23 يطلع الناتج يطلع كام يساوي 176.4 وهي هذه الإجابة حلو جدا؟ هذه المسألة رقم 3 كلهم نفس الفكرة نحن لا نلعب شيء هو يقول لي إذا تفاعل 32 جرام من المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك أوجد حجم غاز الهيدروجين المتصاعد علما بأن المغنيسيوم الكتلة الزرية أو الكتلة المولية 24 نأخذ بالناقوي هو يقول لي أن نحن لدينا مغنيسيوم سوف يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك وهو الـ HCL طبيعي جدا الأول مع الثاني والثاني مع الأول المغنيسيوم سيحل محل الهيدروجين فهيطلع المركب بالشكلة لن rowzin المركبة ونضع ثلاثة تلك من وزز μας نخط ثانية كذا فوزنت ونؤلم عن الحمضة ونسألني هي القيام هيدروجين ويمكن كم خاطئ من الهيدروجين كم خاطئ من الهيدروجين تسلم 32 غ من المغنيسيوم الكتلة المولية Ja马كروOM كم ان Bund hassized من المغنيسيوم وست sendo تقليز الهالي 24 معنا ان هو قال لي الحجم وطبعا حجم الهيدروجين دايما في الغالب بيبقى ثابت فالمركب هيبقى كام 22 و 24 لان الهيدروجين هو في الظروف دايما القياسية حلو جدا طرفين فواسطين يطفع الاجابة الاجابة 29.87 السؤال الاهم الاعظم في القصة دي هو انا هختار الف ولا جيم والاثنين نفس الاجابة في الغالب في الغالب انت اول ما طلعت دي على الآلة الحاسبة هتروح تبص على الف يا جماعة انا طلعتها صح لكن انت اخذت صف ليه حبيبي لان الحجم بالمليه الحجم بالمليه فالاجابة الصح هي جيم مش قلم تمام؟ نحب المسألة رقم 4 او الفكرة يعني المسألة رقم 4 بس سؤال رقم 7 فالبشيد احسب كتلة اكسيد الكالسيوم الناتج من انحلال 10 جرام من كربونات الكالسيوم هو قال لي انحلال انحلال مين يا سيدي قال لي انحلال كربونات الكالسيوم معنا كان نحن نجيب كربونات الكالسيوم بالشكل دولا نحللها هتتحلل مين لأول اكسيد زائد ثاني اكسيد هل سألني مين؟ يسألني عايز كتلة الكالسيوم احسب كتلة اكسيد الكالسيوم اعسف هو عايز دي وهو هنا يقول لي كم جرام ادفعت عشان انها تجيب من الحلال 10 برام معنا كان ان هنا كان معي 10 برام من الكربونات الكالسيوم السؤال الاهم لما نحل المسألة روح نزل لي هتقلم ثاني او نون تاني روح نزل لي الكتلة المولية بمعنى ايه ده السهم الاولى اللي نخلصنا نزل لي بعد السهم التاني الكتلة المولية لما نجي نحسب الكتلة المولية اللي هي الكربونات الكالسيوم طبعا هم الدهالي 40 و 12 و 6 في 3 تطلع 100 حلو النحية التانية اكسيد الكالسيوم 40 زائد 16 تطلع 56 طرفين فواسطين يطلع الناتج ده حلو جدا اللي هو طلع كامل يطلع 5 و 6 جرون حلو اللي هو الاجابة تبقى جيمة 5 و 6 لا اسف اجابة 1000 حلو اجابة 1000 حلو اجابة 1000 حاجات بسيطة جدا حتى انا ايه في المثال مخدتش باللي ان هي 6 و 5 و انا كنت اطلعها كامل 5 و الاجابة 1000 ناخد بلنا اوي حاجة زي كده